هيدا البودكاست من إنتاج حكواتي Artificial Intelligence أو الزكاء الاستناعي بآخر فترة عم بتضج مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الأعلم بموضوع الزكاء الاستناعي وتأثيره على عدة نواحة بحياتنا بس هل في تأثير كمان على صوتنا؟ مرحبا وأهلا وسهلا فيكن ببودكاست بسمية صوت أنا ماريران أيوب اختصاصية بعلاج الصوت وأنا كريستينا كيروز مغنية ومداربة صوت بحالية اليوم رح نكون عم نحكي عن العلاقة بين الزكاء الاستناعي والصوت هل هو رح يكون وسيلة عم بتهون علينا أمور أو هو رح يكون عم بشكل خطر على مجال الصوت على مجال الغنى أو حتى على الهوية يلي نحنا منخلقها لحالنا من خلال صوتنا تنحكي أكتر به هيدا الموضوع ضيفنا لليوم الخبير بالتحول الرقمي والمختص بالزكاء الاستناعي فريد خليل أهلا وسهلا فيك معنا ببودكاست بسمية صوت هاي ماريران هاي كريستينا وثانكيو على الاستضافة فريد نحنا كتير مبسوطين أنك معنا اليوم وعننا أول سؤال فسر لنا شو يعني زكاء استناعي ومن أي متى بلشنا نحكي بالموضوع وهل قد ساري اخذ أهمية فعلا هلا إذا بنفتح حيالة موقع تواصل اجتماعي أو حتى صارت بأحديث بين الشباب والصبايا اليوم ما بنسمع إلا العالم عم تحكي عن الزكاء الاستناعي شو هو شو رح يعمل وقديش فيه خطر وقديش هو منيح أو منه منيح حتى يعني بلشنا نشوف كبار الصحف اليوم صارت عم تعنون وتحط الكفر تابعولها الماجازينز تابعولها كل شيء له علاقة بالزكاء الاستناعي ببساطة الزكاء الاستناعي هو محاكات للزكاء البشري يعني نحن كيف منفكر وكيف منحكي الزكاء الاستناعي اليوم هو مجموعة من البرامج أو الريبوتات اللي عم تتدرب إنها تحكي مثل الإنسان البشري يعني إذا الإنسان البشري هو عنده جهاز عصدي معين وتفكير نمط تفكير معين بيحكي من خلاله الزكاء الاستناعي عم يتدرب على مجموعة من المعلومات والأصوات والصور والفيديوهات وغيرها من الداة لها تكون عم بتحكي الزكاء الاستناعي بطريقة نيورو بروغرامنج نيورو لينجوستيك بروغرامنج يعني بطريقة المنطق البشري لتوليد الحكي من تطبيقات وبرامج وليس من الإنسان ولكن بتشبه إلى حد كتير بعيد تصرف الإنسان وطريقة حكي الإنسان وأعطاءه المعلومات وبإطار آخر إذا بدنا نقول عنه الزكاء الاستناعي مثل ما هو ممكن يكون يعطي معلومات عم يقدر يعطي أصوات تشبه إلى حد كتير كتير بعيد أصوات أي إنسان نحنا بدنا نسمع الصوت تبعه بطريقة الاستنساخ فريد أكيد كل تطور تكنولوجيا له فوائده ومخاطره فهلأ بما أنه نحنا عم نحكي اليوم عن مجال الصوت وإنت فتحت الحديث خلينا شوي نحكي عن فوائد الـ AI أو الـ Artificial Intelligence وهل زكاء الاستناعي بمجال الصوت صحيح كريستينا بس خلينا بالأول بس عرف شوي بالنسبة للزكاء الاستناعي بموضوع استنساخ الصوت استنساخ الصوت أو خلينا نقول هو تركيب الكلام أو تكنية تحويل النص لكلام اللي هي Text to Speech هو طريقة بينعمل على تدريب نموذج تعلم آلة على مجموعة من بيانات كبيرة أو Data كبيرة من عينات كلام لشخص معين أو مثلا شخص معين بيسجل كتير من الأصوات لأله بيفق على فترة طويلة ليتم تدريب خلينا نقول تطبيق معين لاستخدامه بنموذج توليد كلام جديد من ذات صوت الشخص يعني مثلا أنا اليوم عم بحكي ممكن أنا طيب ما نكون كل مرة بدأ أطلع أحكي ببودكاست معين أو بتليفزيون معين يعني ممكن أعمل استنساخ لصوتي أنا على عدة مرات بسجل هيدا الصوت بعدة مرات بعدة tone of voice بعدة خلينا نقول نبرات معينة ممكن كون أنا عم بحكي فيها إذا عم على صوتي موطة صوتي عم صرخ عم بحكي على رواء على رواء بكل الحالات اللي ممكن يكون فيها الصوت لكل فرد بيتم تدريب هيدا التطبيق لي يقدر يستنسخ صوتي بشكل أفضل ألا وين بقدر استفيد منها بشكل إيجابي أنه أنا أولا ما بضطر عيد إذا كنتش مرة عم سجل صوت يعني نحنا بنعرف أوقات نحنا عم نحكي منكون عم نحكي بيصير في مشكلة بالصوت أو بيكون في مشكلة بالكلمة أو بعلق على كلمة ممكن اضطر عيدة إذا أنا عم سجلة اليوم بالتقنية استنسخ الصوت أو الفويس كلونينج أنا بعطيه النص ولأني مدربه قبل على صوتي هو بيطلع هيدا النص بصوتي أنا وبيقدر حطه على حيالنا فيديو أو بودكاست أو أي شيء مسجل وهذا بيوفر كتير من الوقت والتعب والجهد تكون أنا كل مرة وخصوصة لصناع المحتوى اللي هو هيدا رح يفيدهني كتير مع الوقت إذا أنا اليوم صانع محتوى ومش كل مرة بدأ قعد تكون عم سجل شيء معين ممكن اخلق هيدا الصوت وسجل بس كن عم بعطيه النص وهو يطلع للصوت وبيسواني كتير سريعة فهيدا نقطة إيجابية كتير كبيرة وممكن يخليني أحكي بعدة لغات هيدا نقطة إيجابية تانية يعني إذا أنا اليوم ما عندي خلينا نقول the good accent بالإنجليش أو بالفرنش أو باللغة معينة بيقدر اليوم الزكاء الاصطناعي من بعد ما يكون استنسخ صوتي بيقدر يعطيلي هيدا الصوت باللهجة اللي أنا بدي إيها أو باللغة اللي أنا بدي إيها يعني أنا بيكفي بس كون محضر النص وعامل استنسخ للصوت تبعي وبيقدر يطلع لي إيها هيدا شيء بخليني أحكي بالعديد من اللغات وبعديد من اللهجات وتكون قريبة كتير للجهة اللي أنا بكون عم بتوجه لإله من العالم بتعريف فريد بس كمان هيدا شيء مثل حلم بالمجال الطبي لأنه نحنا في كتير أشخاص بتفقد صوتها بشكل كامل يعني في عنا أشخاص خاصة مرد السرطان أو أشخاص عندهم أمراض بتخليهم يفقدوا صوتهم مع الوقت حتى لو كانوا بعمر كتير صغير ما كان عنا حل لقلهم كان عنا حلول بس كانوا حلول منهم كافيين أو منهم كتير مناح وما عم بحسنوا نوعية الحياة مثل ما لازم لهؤل الأشخاص يعني منشوف بعياداتنا ناس مقهورين لأنه هني ما بقى عم بيقدروا يحكوا مع بنتهم مع ابنهم مع جوزهم ما بقى عم بيقدروا يشتغلوا فيه أشخاص عم بتعاني لأنه صار صوتهم بيشبه شوي مثل ما كانت تساعدهم يطلعوا صوتهم فبقصية استنساخ الصوت نحنا رح يكون قادرين نقول لهول الأشخاص نحنا شلنا أوطاركن أو شلنا الحنجرة بس انتوا رح تدالكن قادرين تتواصلوا مع الأشخاص يلي موجودين بمحيطكن وانتوا قادرين تكملوا تشتغلوا إذا انتوا حبين تكونوا بعدكن عم تشتغلوا فهيدا شي نقطة كتير كتير مهمة بمجال التب ورح تكون عم تساعد كتير أشخاص وحتى من ناحية تاني كمان عم فكر كنت من كم يوم عم بقرأ دراسة عم بيحكوا إنه ممكن نصير نقدر من الصوت نشخص الأمراض يلي الشخص عم بيعاني منا وهنا عم نحكي أكتر عن أمراض بمجال الأمراض التنفسية أو أمراض الصوت أو حتى الأمراض النفسية أو أمراض المزاج مثل بعض الأشخاص يلي بيعانوا من الاكتئاب فينا نلاقي معايير بقلب صوتهم بدلنا أنه هن أو معرضين أو هن مصابين بهيدا المرض وهنا بيكون كل بس الزكاء الاستناعي هو يلي عم بيقدر يشخص من خلال صوتهم هيدا الدراسة بعدها بداية بس أكيد ممكن يكون عندها نتائج كتير كتير مهمة فمثل ما ذكرته فريد وماريران حكينا عن فوائد الأي آي بمجال الصوت وخاصة بمجال الطب يلي متعلق بعلاج الصوت وهيدا إنجاز كتير كبير رح يساعد ويفيد كتير عالم بس من ناحية تانية فريد هلأ من شي كمان أنت وعم تحكي عن الفويس كلونينج فينا نشوف أنه في مخاطر كتير من ورا الأي آي وقدرته أنه يتكمس ويقلد أصوات أشخاص من خلال الفويس كلونينج أو حتى الديب فيك يلي هلأ كمان رح تفصلنا شوي أكتر عنه فكيف فيه هيدا الأي آي يلي هو عم بيساعدنا كمان يستخدم بطريقة سلبية ويدر كتير من الأشخاص مثل أي تكنولوجيا فيقلة حسنات وفيقلة سيئات وحسن استخدام الإنسان لها التكنولوجيا تعطينا نتائج جيدة للمجتمع أو نتائج سيئة بالمجتمع يعني مثل ما كنت عم تقولي أنا اليوم إذا بستنسخ صوتي وبركب هيدا الصوت بتكست معين بيقزي مثلا ماريران يعني بيجي أنا بيجي بقول إلا لماريران ليك كريستينا شو عم تحكي عنيك وبيبعت هيدا الفويس بقدر ابعته بده لحظة على واتساب يصير وتكون أنت منك حكي هيدا هيدا الصوت أنا بقدر اليوم أخد كل الفويسيات اللي عندي كيون استنسخ هذا الصوت تبعيك بطريقة كتير كبيرة من بعد ما دربه على فترة كتير طويلة ومن بعدها أعطيه نص معين خلي يطلعوا بصوتك بفويس معين حطه عندي وابعت له إيلا ماريران وقل له كريستينا كانت عم تقولي عنيك هيدا بيطرح بيبلش يطرح الشاك هيدا عم نحكيه على نطاق صغير بين أصدقاء أو بالناس بالمجتمع كيف إذا كانت بالسياسة وقداش خطرة الدافئة اليوم هيدا الموضوع أنه أنا حط صوت أو نص معين بصوت خلينا أقول أحد السياسيين المتصارعين اليوم بالعالم يكون عم بهاجم دولة أخرى وبدوا ثواني لينتشر على الإنترنت ونحن بنعرف كيف الأخبار تنتشر على الإنترنت بشكل كتير سريع وهذا شي بيؤدي ممكن لأزمات بالعالم لمشاكل كتير بالعالم هذه على سعيد السياسة بيها تكون كمانا أني حط أخبار مزيفة على اليسان قاعد الأشخاص بالطب مثلا إذا كنا بحالة كورونا هيدا كان فيه هلع وبلبلة وأخبار مزيفة كان فيه كمان أنا باعد حط مثلا على صوت الأشخاص اللي هن بكطاع الصحة يكونوا عم بقولوا شي معين هيدا كمانا بتصير بلبلة بكطاع الصحة بكطاع العلاقات الشخصية والزوجية وغيرها هيدا كمانا ممكن تشكل كل هالأخطار وباعد أكتر من هيك نروح على الديب فيك أو التزيف العميق اللي هو حتى مش بس بالصوت بالشكل يعني أنا بقدر بالشكل أني اخلق الشخص بالزكاء الاصطناعي من بعد ما دربه على عدة حالات هو ممكن يكون فيها وبدربه على الصوت طبع وبقدر ركب هيدا الشكل على هيدا الصوت يعني هلقد فيها تصير خطرة يعني بقدر بشكلي أنا وبصوتي أنا ولكن بالتزيف العميق يعني ما إني أنا لا كنت متواجهة بهيدا المحل ولا حتى حكي هيدا الموضوع بس قادر بالزكاء الاصطناعي اليوم أنا إني أركب الشكل والصوت مع بعضون وأطرح موضوعه وأصلا أنا مني قيله ومني حكيه أو أنت منك قيلتي أو أنت منك حكيتي هيدا خطر كتير كبير منشان هكي كمان شفنا في آخر فترة أنه انطلب من كبار المستثمرين بيئة زكاء الاصطناعي أنه ياخدوا فترة ست شهر يوقفوا التطور بالزكاء الاصطناعي لفترة معينة لا يقدر يحطوا شو المسموح وشو المش مسموح وقت ضوابط ولكن نحن بنعرف أنه هذا الموضوع شوي صعب نقدر نلقطه نحن كنا الأخبار المزيفة العادية اللي ممكن تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ما كنا قدرين نحن نضبطه هذا موضوع طبعا عم بيطرح إشكاليات ولكن عم بيحق عم بيصير فيه محاولات لضبط هيدا الأمور أو على القليلة نقدر نستكشف إذا كان هيدا شي صح أو غلط لأنه منقدر نستكشف إذا هيدا شي صح أو غلط في بعض التقنيات منقدر من خلالها أنه نحلل هيدا الصوت لنشوف إذا هو طالع عن زكاء الاصطناعي أو طبيعة بشرية كله هيدا لكن هلأ طبعا بيئة دراسات ولكن كمان فيه نقطة لازم نعرف أنه الزكاء الاصطناعي بلش حواله 1965 إذا بدنا نعطي إجزامبل معين واستمر ولكن من سنتين لهلأ صار فيه استثمار كتير كبير بهيدا القطاع وظهر للإعلان لأنه صار شوي أقوى بطريقة النتائج اللي عم بيطلعها لذلك بما أنه صار هلأ موجود بين إيدان كل الناس عم تتسارع الأمور هلأ لا ينجرب ينعمل ضوابط لا منفوت بإشكاليات اللي ممكن تنتج عن الزكاء الاصطناعي فريد أنت وعم تحكي هلأ عن الـ Voice Cloning والـ Deep Fake نحنا فيه شيء كتير مهم بنشتغل عليه بـ Echo Voices يلي هنه Voice Parameters أو المعايير أو المعالم تبع الصوت مثل سرعة الحكي تبعه كل شخص الطبقة يلي بيستعملها الشخص نبرد صوته وحتى فيه نحنا كأشخاص تعرف الصوت بيتأثر بالشعور أو الإحساس أو المشاعر تبعنا إذا كنا معصبين، زعلانين، مبسوطين فهل فيه هل AI يقدر كمانا يقلد ويتكمس هل مشاعر وإذا نحنا قادرين نعرف إذا هيدا الشيء مزيف أو مظبوط وكيف فينا عن جد نوقف أو نحارب هالأساس صحيح اللي عم تقوليك ريسينا في نقطتين لازم نحكي عنهم ومحولتين عم يجربوا يعملوا هلأ أول نقطة هو دايما الزكاء الاصطناعي هو توليدي بناتج عن تدريب يعني أنا إذا دربت الزكاء الاصطناعي على كل الحالات اللي كنت عم تحكي عنا يعني عالزعل، عالبسط، عالفرح، عالسرعة، عالرواء، عالبطء كل هيدولة بيقدر هو يقرب عليهم لأنه حتى هلأ إذا نشوف بتقنيات الزكاء الاصطناعي نحنا عم نطلب يخلقنا صوت معين نقوله بدي إياه حزين، بدي إياه مبسوط، بدي إياه هيدا بيقدر يعطيني، وبالتالي إذا أنا دربته على هالمؤشرات طبع الشخص اللي أنا بدي يكون عم بستنسخ صوته بيقدر يقرب كتير عليها وكل ما عم ندربه أكتر كل ما أفضل، مثل أي شيء كل شيء منتدرب عليه كتير كل ما يعطيني نتيجة أفضل فهيدا النقطة هلأ ما بيقدر يجيب مية بالمية لأنه بيّن أنه بالسبيكترال أناليسيز اللي عم تنعمل لبعض الأصوات اللي عم تستنسخ عم بيبين هالمؤشرات وين تفرق بمطرح للتاني لأنه الآلة تقريبا بتمشي بطريقة شوية ببعض المطارح ولكن الإنسان ممكن يطلع وينزل حتى لو كان حزين حتى لو كان مبسوط هوني التفرق الصغير يعني بهذه الطريقة اليوم عم نقدر نحن نستكشف ولكن الخطر هو أنه بكون طلع الصوت وانتشر، نحن عم نرجع نروح مأخرين أنه نرجع نجيبه هلأ عم يجينا عمل أنه بعد ثانية ثانيتان ديغري يكون في ديتكشن لبعض المؤشرات لنقدر نعرف إذا هذا صح أو غلط لنقدر نواقف هذا الموضوع هذا من ميلة من ميلة تانية عم يجي ينقال مما أنه نحن ملنا قدرين نعرف إذا هو خطأ خلينا نروح نأكد عن اللي هو صح يعني إذا أنا اليوم عندي فيديو لقلي أو صوت لقلي طالع صرت أنا قبل ما أطلع الصوت بحط مؤشرات معينة أنه هذا حقيقة عبر مثل information بتيجي على الصوت صغيرة هيدا دايما بصير أنا زيدة من خلالها بكون عم زيد عدة عوامل أو مؤشرات هي بتثبت أنه هيدا أنا ومش غيري إلى عدة عوامل أكيد بنحكي عنه هيدا عم بتطورها شركة أدوبي مع شركة مايكروسوفت حاليا اجتمع أنه هنه competitors ولكن حاليا عم يجتمعوا سواء لأنه عارفين مدى خطورة هيدا الموضوع ولا يحافظوا على منتجاتهم يعني مش بس بالصوت حتى بالصور يوم شركة أدوبي صار عندها مشكلة إذا كله صار بي عمل بالزكاة الإصطناعية راح يمكن تسكر الشركة اللي هي عندها Photoshop وغيرها عشان هيك تطورتش اسمه أدوبي فاري فلاي وهلأ عم تشتغل على هيدا الموضوع أنه تزيد مؤشرات وبرامترز معينين بقلب كل شيء أنا بدي طلعه خصوصا إذا كنت أنا public figure لازم حط هيدول الموضوع لأقول أنه هيدا شيء أنا مطلعه كإنسان بشري وليس من زكاة الصناعية تعريب فريد بمطرح بيزعلني أنه نحن نوصل نهار ويصير عن جد في حدا قدر يستنسيخ الصوت لأنه دايماً نحن بنحكي أديه الصوت هو هوية للشخص وأديه أنا من خلال صوتي بقدر عبر عن حالي عن أفكاري بقدر عبر عن أحاسيسي بقدر عبر عن الحالة النفسية اللي أنا فيها فبتمنى أنه ما نوصل لنهار ويقدر عن جد يكون فيه أشخاص عم تقدر تستنسيخ الصوت وتكون عم تقدر تعبر عن كل هول الحالات وبتصور إنا صعبة شوي لأنه نحن منقول أنه الصوت كتير مختلف يعني الصوت بيقدر يكون عنده كتير مجالات فيه أنا أتلاعب بالمعايير مثل ما أنا بدي وهن رح يتأثروا بطريقة كتير سريعة بنفسيتي بالمشاعر بالشخص يلي أنا عم بحكي معه بالموضوع اللي عم بتناوله فإن شاء الله عم وصل لهذا النهار وعنده بعد سؤال أنت وعم تحكي كنت عم فكر فيه هل موضوع الزكاء الاستناعي بمجال الصوت رح يكون عم بيأثر على الوظائف أو الأشخاص يلي نحن دايما بنحكي عنهم اللي هنه ويلي هنه بيستعملوا صوتهم مثلا المغنى المحامل الممثل المزيع الأشخاص اللي عندها بودكاست هل رح يجن هار ويكون وظائف هالأشخاص بخطر ماريران صحيح اللي عم بتقولي الخطر موجوده بدرجاته حتى إذا نسأل الزكاء الاستناعي هو بيقول أنه أنا بقدر أعمل عمل معين بدرجة معينة يعني رح أعطي مثال هلأ يمكن المغني اليوم بعد الكاريزما طبعه وحضوره الشخصة كثير له تأثير اليوم على الجمهور اللي بيكون هو بيحبه لأنه المغني هو منه بس صوت صوت حضور كاريزما سقافة معينة تفاعل معين هيدا طبعا بيظل حمي بهيدا المحل إنما مثلا إذا فينا ناخد بالناحية الأخبار الأخبار اليوم فيه قسم كتير كبير من المزيعين فيه بطل موجود لأنه إذا أنا اليوم بقدر أخلق أفاتار حتى مزيع وبصوت معين وبتتعود على الناس والناس بتتعود على هذا الموضوع خصوصا بالأخبار الجاهزة يعني إذا أنا عندي أخبار بس عم زيعة مش تفاعلية يعني مش إنه عم بتفاعل مع حدا عم بياخده قاعدة وأسئلة وموضوع هلأ عم بصير هيدا بعده يمكن شوية مستبعد ولكن يمكن يكون كمان عم بنشغل عليه إنه نوصل نقرب أنا برجع عقول ما فيه اسمه بي بالمية بكل شي ولكن فيه تطور يعني حتى الإنترنت هدا كانت بطيئة كيف طوره ولا صارت اليوم كتير سريعة كل اللي بالتكنولوجيا هذا كله بده أكيد وقت ولكن طبعا بدرجات برجع عقول بدرجات فيه درجات معينة ايه بتختفي فيه درجات فيه قصص لأنه عم بتكون أسرع بالذكاة الاصطناعية أوفر بالذكاة الاصطناعية عم بحكي عن النتيجة مش التوليد الأساسي يعني الشركات اللي عم تعمل توليد لهيدا الموضوع عم بتتكلف بشكل كتير كبير يعني هيدا مكليف ولكن بالنسبة لل النتيجة اللي عم نخدها عم نخدها بوقت أسرع ورح أعطي إجزامبل الإنسان بده يرتاح الزكاة الاصطناعية ما بده يرتاح بده كهرباء بس وبيضل قدر 24 ساعة يكون عم يشتغل الإنسان بده فرصة بده راحة كل هيدول العوامل بتاعتي بترجح الكفة عند الزكاة الاصطناعية على الإنسان ولكن الإنسان بيضل بالكاريزمة طبعه بالشخص طبعه بطريقة التفاعل بالأمبثي طبعيته والإموشنز يعني إنه عيش حالة الشخص اللي مقبيله وإني أشعر بالأمور أكتر بفارقة كتير بين الزكاة الاصطناعية أو الربوتات والإنسان منشان هيك بعدنا نحن عم نقول إنه موجودة ولكن بطريقة عملية في كتير أمور بيقدر يسهر الزكاة الاصطناعية ورح ياخد محل الإنسان ولكن بنسبة معينة وبدرجة معينة أنا رح زيد كمان شغلي عن مجال الموسيقى بما إنه فتحنا هالحديث صلي فترة بيبين عندي بوستس على انستجرام خاصة بالميوزيك بردوكشن يلي هو برامج إنتاج الموسيقى يلي بتخلي الأشخاص يخلقوا غنية كاملة يوضعوها ويلحنوها ويحطوا حياة لقيلة موسيقية فيها بس من خلال صوتهم يعني هيدا الشخص بيغني اللحن وهو فيه يتحكم إذا بده مثلا الصوت يطلع بصوت بيانو أو غيتار أو عود أو حتى درامس فهالتطبيقات يلي بتستعمل وبتستخدم هالزكاء الإصطناعي كتير عم بتهون على مغنيين يلي ما بيعرفوا يعصفوا آلية موسيقية مثلا متعددة أو ما بيعرفوا كتير بمجال الموسيقى أو حتى بمجال الإنتاج الموسيقى إنو يقدروا يخلقوا أغنيهم بأقل كلفة وقت هنوا قاعدين ببيتهم فهون كمان الزكاء الإصطناعي إلو إيجيبياته لأنه مثلا أنا كمغنية صار عند الحرية والإدراء أكتر إنو استكشف وعبر عن حالي مثل ما أنا بدي وما أعتلهم إنو لازم روح عند منتج ويقعد مثلا فسر له شو بدي وباركي مثلا ما فهم علي فهيدي كتير رح توفر علي وقت ومصاري حتى وأنا كمان بنفس الوقت بقدر أتعلم مهارة جديدة واستفيد منها بس كمان من ناحية تانية ومثل ما ذكرنا من شوي عن كيف الـ AI ممكن تخلي أشخاص يخسروا شغلهم ممكن هالتطبيقات تتأثر سلبا على شغل المنتج لأنه بطلوا المغنيين بحاجة لألو وهيدا كمان مثل واحد من كتير أمثال غيرة بعالم الموسيقى وكيف الـ AI عم بيأثر على عالم الموسيقى الزكاء الاستناعي صار مسلا قادر هو يخلق أغاني إن كان لحن أو كلمات ومن خلال الـ chat GPT مسلا أو حتى من خلال الزكاء الاستناعي إذا كنا فتحين أنغامي أو سبوتفاي فيه هال AI يقدر يعرف نحنا الموسيقى يلي منحبها شو زوقنا وعلى هالأساس بيصير هو يقلنا مثلا أوكي فيه هالأغاني جديد حسب الـ style يلي أنتو بتحبوه ويصير يبين لنا هالأغاني مثل حتى مش بس على سبوتفاي وأنغامي كمان فريد أنت بتوفقنا الرأي على انستجرام إذا أوقات مثلا حكينا شي كلمة أو عملنا search لمسلا fashion أو شي كتير بيصير عنا على الفيد بيبين كل الـ recommendations هالشغلة صحيح كريستينا كل اللي كنت عم تقوليه مثل العادة دايما فيه إيجابيات وفيه السلبيات ولكن لازم ننتبع على الشغلة أنه نحن وسلم بالفن كتير بنحكي عن الإحساس إحساس الموسيقى كتير أساسة كيف بيطلع هذا الموضوع وهذا اللي بيفقده الزكاة للصناعي صراحة لحن نشوف قصص يمكن بكرة اللي عادة بتطلع صارت أوفر صارت أهين ولكن التمييز رح يضل مربوط بالشخص البشري هيدا أنا رأيي بكل بساطة رح يضل التمييز يعني اليوم خلينا نقول الفرادي والتمييز رح يضل مربوط بالإنسان البشري ولكن القصص إذا بدنا نقول الـ commercial أو اللي بدها تكون بشكل كتير كبير تسويقية فيها تروح ضمن الزكاة الاستناعية مثل ما كنت عم تقولي بأوفر وقت وكل شي يعني هون شوية منروح على أنه ما رح يكون في بقى خلينا نقول بالنص يعني يا بدنا نكون متميزين حتى خلينا نقول أكتر الفنان اللي عنده إحساس عالي فيه يستفيد من الزكاة الاستناعية ليوفر بعد كتير من الأمور ويزيد عليها من إحساسه هون الزكاة يعني الزكاة الاستناعية ما رح يستبدلنا إلنا إنسان اللي بيعرف يستعمل الزكاة الاستناعية رح يستبدل الإنسان اللي ما بيعرف في استعمل الزكاة الإصطناعية وهون الشطارة باللي نحنا بدنا نعمله وطبعا الزكاة الإصطناعية إذا نتذكر شزام اللي كانت كتير مشهورة أنه بدنا نسمع غنية نعرف شو هي هذه كيف عم تشتغلها تشتغلها هذا المبدأ طبعا هي تدريب معين وكود معين وبرمجة معينة عم تستعمل بيئة الزكاة الإصطناعية يعني الزكاة منه شيء كتير غريب بس نقول للعرب فينا نهييله هالكالكولاتريس هي زكاة إصطناعية يعني ما نستعمله يمكن بيومياتنا ولكن هو زكاة إصطناعية هو ما نستعمل بشري عم نستعمل برمجة معينة لا تطلع لنا نتائج بطريقة أسرع وهو عم يتطور مع التطور التكنولوجي فهي ضمن هذا الإطار يعني شوي يمكن أن نعمل هذا الخوف وهذا ومشروع الخوف لأنه ممكن نخد مثل ما أي شيء ممكن ناخده على شيء منه منيح ويأثر على كتير من الناس ولكن رح يضل في فرادة قدش نحن بنعرف نحط من التميز الشخص فينا ولكن نستفيد من الزكاة الإصطناعية لتسهير أعمالنا بكافة المال معك حق كتير بشو عم بتقول لأنه خاصة بمجال الفن بحيالة فن إن كان الغنة الرأس العصف الموسيقى حتى كل شي رسم بالنسبة لقيلة أنا شخصياً بلاقي إنه لو قد ما كان الزكاة الإصطناعية شاطر إنه يقدر يقلد الإنسان ويقلد ويخلق كتير من الماستر بيسس أو الأسس يعني القطع الفنون الحلوي بدل في ناقص الأحساس اللي نحن منحطه يعني لو شو ما عملنا دائما رح يكون الأحساس الإنسان رح يطغي على هال زكاة الإصطناعية ويقدر نقدر نعمل connection مع بعض نحن كأشخاص ونوصل الأحساس والفكرة اللي بدنا إياها من خلال وجودنا بس مش من خلال الزكاة الإصطناعية طحيح حديثنا لليوم كتير مشوك وكتير فيه معلومات جديدة وحلوة مرسي فريد لوجودك معنا قبل ما نختم اليوم رح ننتقل لسؤال الأسبوع أميرة عم بتقلنا أنا بعرف إنه لازم أشرب ماء تحافظ على صوته بس كل مرة بالتهي وبنسى أشرب ماء خلال النهار وبوصل عشي يحسي إنه بدي أعمل مجهود لأحكي فشو فينا إلا لأميرة لنقدر نساعدها؟ ضروري هون نكون عم نحط مثل ألارم خلينا نستخدم الزكاة الإصطناعية لو قد ما كان بسيط فينا نكون عم نستخدم الهاتف تهوي يذكرنا إنه أنا لازم أشرب ماء فينا نكون عم نخلي أنينيت ماء حدنا وفينا حتى صار فيه تطبيقات فينا ننزلها على الهاتف وبتكون هي عم بتذكرنا إنه صار وقت إنه أنا أرجع أشرب ماء أو أدي كمية الماء اللي أنا شربته بخلال النهار وفينا كمان نكون عم نطلب من المحيط إنه هو يذكرنا وهنا خاصة عم فكر بالأساتزة دايماً بقللهم إنه قتا تكونوا بالصف فسروا لتلميزكن إنه أنتوا بحاجة إنه تريحوا الصوت وإنتوا بحاجة تشربوا ماء وأغلبية الأوقات بيرجعوا لعندي وبيخبروني إنه اليوم تلميز هن رفعوا إيدهم وقالوا لي ما دعم ما تنسي إنك تشرب ماء أو تريحي صوتك فأكيد نستعمل إشياء بتذكرنا نخلي أنينيت ماء حدنا تان كون عم نحافظ على ترتيب الصوت بشكل صحيح خلال النهار عبرتنا لليوم كل شي بالحياة فيه إيجابيات وسلبيات كيف نحنا منقرر نستخدم هالأسس بتحدد النتيجة يلي رح نوصلها فخلينا نستعملها بإيجابية لنحسن حياتنا وحياة غيرنا لهون من كنا وصلنا لختم حلقتنا لليوم شكراً لإلاك فريد نحنا كتير مبسطنا إنه كنت معنا وشكراً لإلكن لإنه رفقتونا ما تنسوا تابعونا على إنستغرام أكو فيويسز مع ليران أيوب وكريستينا كيروز بتلاقيوا الرابط بصندوق الوصف أو الديسكريبشن باكس بعطولنا أسئلتكن وتعليقاتكن وما تنسوا كمان تابعونا بالحلقات اللي جاية عبر كل التطبيقات اشتركوا بالبودكاست وشاركوه مع الأشخاص يلي بتعرفوها تنطريفق سوا ونساعد كل شخص منكن إنه يخلق لحاله بسم تصوت